معنا استفسار من متصلة اسمها محمزة بتقول ان هي سبت لنا الاتصال بتقول ان هي لما بتروح عند بيت والدتها هي بتحس ان والدتها بتفرق في المعاملة بينهم يعني هي جهزت بتجهز اخواتها البنات اكتر ما هي مجهزة فهي بتحس بالديق وبتحس بالحرج فهي مش عارفة تعمل ايه ومش عارفة وكأنها برضو مش قادرة يعني السؤال بيحسسنا كأنها مش قادرة تسامح ممتها هو في الحقيقة انا كلامي لحضرتك يا محمزة مش كلامي لولدتك انت دلوقتي والدتك ساعت ولو كيفنا اللي عملته والدتك معاك دا وتعين كيفهم على انه ايه على انه هبة فهي وهابتك وعطتك شيء وما على المحسينة من سبيل يعني ما ينفعش ان انت تيجي لما حد اديك هدية تقوله انت اديتني هدية واحد اكتر منه لي حتى لو كان اخوي صحيح ان هي لو اعطيتكم بالتساوي مش هيحصل اللي في قلبك دا لكن انا دلوقتي باتكلم على حاجة تاني صحيح اتريد ان يكون لك في البر سواء حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لكن هو انا بسأل حضرتك خليك انت في ما يتعلق بيك من حسن اسلام مرء تركه ما لا يعنيه والدتك ايحصل لها ايه مش خضيتنا لكن انا بكلمك انت حاولي تعاملي نفسك وتقولي ان والدتي متفضلة علي وجزاها الله خير وانا لي ليس لي حق في مالها فهي تتصرف في مالها كيف ما شاءت وعشان كده دي نفسك تهدأ وتبرد ليه طيب لان انت لو شايفة ان انت ليك حق في فلوس والدتك والدتك لسه عايشة والمال مالها فتتصرف فيه كيف ما شاء انت لو انك انت في حد بتحبيه فروح تجيبت له هدية حد تاني من اصدقائك يقولك انت ليه ما ديتنيش هدية زي ما انت ديته فانا عايزك لا تمدي عينك لما في يدي امك ولا ما في يدي اخواتك البنات انا عايزك ترضي والرضى ده تولع يريحك طب ايه اللي يساعدك على الرضى ان انت تشوفي ان والدتك احسنت اليك مش ان والدتك ما سوتش بينك وبين اخواتك هو ده تلمعنى وساعتها عتشكريها مش انك انت عتحسبيها وتحس ان هي ظلمتك موسيقى موسيقى موسيقى